لكن عام افتتاح الاهلي 1909 حصل فيه حاجات مهمة جدا كانت السبب الرئيسي في شعبية النادي الاهلي في كافة انحاء مصر عمر لطفي بيك طاف انحاء مصر لنشر فكرة تأسيس اندية وطنية بالمحافظات بنفس فكرة تأسيس النادي الاهلي وعمر بيك لطفي زي ما احنا قلنا قبل كده بيعتبر أبو التعاونيات في مصر شاف تأسير الجمعيات التعاونية زراعية وصناعية وتجارية وجراء في أوروبا وازاي بتحل مشاكل التجار والمزارعين الفؤرة فكان صاحب فكرة انشاء النقابات الزراعية وادخال أفكار التعاونيات اللي شافها في زياراته المتعددة لأوروبا فأسس شركة التعاون المالي وشركة التعاون المنزلي بالأسكندرية وزيها بالمنصورة والزأزيق وبنسويف وأسيوت والمينيا وحلوان وكافة مدريات مصر وده ساهم بنسبة كبيرة قوي في تقدم أحوال مصر الزراعية عمر لطفي وهو بيلف مصر لنشر فكرة التعاوني كان بينشر في نفس الوقت أفكاره في تأسيس نادي مصري في كل مدرية وكانوا بيستقبلوا استقبال رسمي للدرجة اللي كان فيها مسؤول المدريات ورؤساء البصالح والأعيان والأهالي بيستنوا على محطة القطر ويأخدوه بالعربيات ويطوفوا به في أنحاء المدينة وهم فرحانين وسعداء بزيارته يعني على سبيل المثال عمر بيك لطفي افتتح نادي المنصورة الأهلي وكان بيزوره دايما مع كل زياراته لأندية عواصم الوجه البحر زي مثلا دميات والزأزيق وطنطة في كل جولاته اللي كان بيقوم بيها كل فترة وافتتح برضو أندية في الصعيد زي نادي أهل سهاج وأهل المينيا وفي يوم افتتاح النادي الأهلي في أسيوت كان على رأس المدعوين ووصفوه برئيس النادي الأكبر في بطر وقلقى رئيس النادي عزت له محمد علي بيك المحامي خطبة اتكلم فيها عن فوائد النادي وعمر بيك لطفي اتكلم عن فوائد التعاون والنقابات الزراعية كانت نظرة أبناء المحافظات للنادي الأهلي للرياضة البدنية مش نظرة لنادي كرة قدم كرة القدم في الوقت ده كانت مجرد لعبة ما دخلتش مرحلة التنافس وفرقة الكرة بالأهلي ما كانتش لسه تكونت يعني ما كانوش بيحبوا الأهلي عشان فرقة كرة لا كان حبوهم للأهلي ومؤسسين لأن الأهلي نادي وطني تأسس من أجل الشعب فكرة تأسيس النادي الأهلي وضم فئات الشعب المختلفة في عضويته باشتراكات مخفضة زي الطلبة والموظفين وأبناء المدريات المختلفة والمرأة اللي حتدخل الأهلي بعد فترة بسيطة بالإضافة للتشجيع عمر لطفي بيك أبناء المحافظات على تأسيس أندية بنفس فكرة النادي الأهلي في مختلف محافظات مصر هو ده العمل الشعبية جارفة للنادي الأهلي في القاهرة والمحافظات نادي جمع كل أطياف الشعب المصري طلبة وموظفين وسيدات وأبناء الأقاليم مواقف الأهلي الوطنية وأسباب تأسيسه ونوعية أعضاؤه وتوجهه منذ إنشاؤه كانوا السبب في شعبيته قبل كرة القدم ما تدخل مرحلة البطولات بسنوات حتى لما الأهلي فز بأول بطولة في تاريخه عام 1923 يعني بعد 16 سنة من تأسيسه الناس ما فرحتش بالبطولة لأن الأهلي فز بيها لا الناس فرحت بالبطولة لأنها كانت انتصار نادي أساسه وطني على الإنجليز فزادت شعبية الأهلي أكتر وأكتر تأسيس النادي كان فكرة متكاملة وعشان كده التف شعب مصر حوالين النادي الأهلي ودلوقتي عايز أقول لكم حاجة مهمة اهتمنا في الحلقات التمانية اللي شفتوها وآخرها حلقة النهاردة بسرد تاريخ تأسيس النادي الأهلي بكل تفاصيله كبيرة وصغيرة اهتمنا بدأه لأن التفاصيل دي هي اللي حطت أساس ونظام مشي عليه النادي لغاية النهاردة حنبدأ نناقش تاريخ الأهلي من خلال القرارات الهامة والمواقف التاريخية بدون استغراق في تفاصيل الجلسات ومن غير ما نفوت أي حاجة مهمة وده اللي حنبدأ فيه لو أحيانا وأحياكم ربنا من الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة